الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بكونه اول رئيس المصري يقوم بزيارة كوديفوار ويعلن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين مقتل ستة ارهابيين من حركة حسم الاخوانية في تبادل اطلاق النار مع قوات الامن بالقليوبية وزارة الصحة تعلن ويطلق تسعين وثلاثين قافلة طبية مجانية في ستين وعشرين محافظة لضمان حصول المواطنين على الخدمة الصحية في الاماكن المحرومة والحدودية موجز الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم استقبل الرئيس الافوري الحسن واترا وبرفقاته عدد من كبار المسؤولين الافوريين الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله لمطار ابيجان قادما من الولايات المتحدة الامريكية هذا وقد اصطفت الجالية المصرية للقاء الرئيس السيسي حاملة الاعلام للترحيب بسيادته على طول الطريق للقصر الرئاسي الافوري هذا وقد عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية على مستوى القمة مع نظيره الافوري الحسن واترا لبحث اليات تعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والقضايا الافريقية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك كما قام الرئيسان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفقافة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وتله عقد مؤتمر صحفي مشترك لرئيسين وأكد الرئيس السيسي اعتزازه بكونه اول رئيس مصري يقوم بزيارة كوديفوار كما اكد تطلع مصر لان تساهم هذه الزيارة في فتح افاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية ومؤكدا حرصه على تضمين كوديفوار في اول جولة افريقية عقب تولي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقية وقد اكد الرئيس على وجود افاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وكوديفوار ومنوها الى الحرص المتبادل على تعزيز تواجد الشركات المصرية العاملة في كوديفوار وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك كما اشار الرئيس الى استعداد مصر لتقديم الدعم لكوديفوار على صعيد مشروعات البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات واكد سيادته كذلك حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاشقاء الافوريين في مجال بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات المدنية والعسكرية هذا وقد تم التوافق خلال المباحثات على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بخصوص الملفات الملحة على الساحة الافريقية ومن جانبه فمن الرئيس وتارى الجهود المصرية الحثيثة لدفع عجلة العمل الافريقي المشترك في اطار رئاستها الحالية للاتحاد الافريقية حيث اكد الرئيس في هذا الصدد الاولوية التي توليها مصر لمساع تحقيق التنمية المستدامة في افريقيا هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام المباحثات على تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية وذلك لمتابعة ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائية وقال رئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوديفوار الحسن وتارى في ابيت جون ان زيارته الحالية الى كوديفوار تتزمن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وتهدف الى دفع العمل المشترك نحو تعزيز الامن والاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بالتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الاسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك اثناء عبور الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام وسفينة الامداد لقناة السويس وبمشاركة فرقاطة مصرية اجتمل التدريب على تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الامن البحري ومكافحة الارهاب والقرصان بالبحر والتدريب على حماية هدف حيوي يتمثل في منصات البترول والغاز ضد التهديدات غير النمطية ويهدف التدريب الى توحيد المفاهيم العملاتية ونقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والامن البحري في المنطقة واستكمال لجهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة جماعة الاخوان الارهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها واجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وقد توفرت معلومات لقطاع الامن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الاعلامية الاخوانية خلال الفترة الحالية لاحداف حالة من الفوضى وقد رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الارهابية احد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكرا لانطلاقهم لتنفيذ مخطط ارهابية حيث تم مدهمة الوكر وتبادل اطلاق النار مع العناصر الارهابية والذي اسفر عن مصرع ستة منهم وعثر بحوزتهم على عدد بندقيتين آليتين وثلاث خزائن لبندقية آلية وطبانجع يارتسعملي وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة وايضا كمية من المواد المتفجرة وادوات تصنيع العبوات الناسفة هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتوالي نيابة امن الدولة العليا مباشرة التحقيقات اعلنت وزارة الداخلية القضاء على خلية ارهابية بالعريش ومقتل احد عشر عنصرا من عناصرها واضحت الوزارة في بيان ان معلومات كانت قد وردت لقطاع الامن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الارهابية باحد المباني بمنطقة ابو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الارهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة واضفت ان قوات الامن قامت باستهدافهم وتبادل اطلاق النيران معهم لفترة مما اسفر عن مصراعهم والعثور بحوزاتهم على مندقيتين اليتين وثلاث بنادق ومندقية خرطوش وعبوتين متفجرات وحزامين ناسفين هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتوالي نيابة امن الدولة العليا مباشرة التحقيقات وصلت كافة مدريات الامن على مستوى الجمهورية المشاركة في فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال توفير السلع الاساسية والغذائية بالاسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية المزيد في سياق هذا التقرير تزامنا مع فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد والتي انطلقت في الاول من ابريل الجاري بمشاركة كبرى السلسل التجارية على مستوى الجمهورية بهدف توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة تصل الى 30% منافذ امان تواصل المشاركة في هذه المبادرة ومبادرة اهلا رمضان وذلك عبر منافذها المنتشر على مستوى الجمهورية انطلاقا من توجهات رئيس الجمهورية لاجهزة الدولة باتخاذ كافة الاجراءات للتخفيف عن كهل المواطنين بتوفير السلع الاساسية والغذائية باسعار مناسبة وهو ما يحدث على ارض الواقع من خلال هذه المنافذ ومن خلال افرع السلاسل التجارية والتي تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين وكذلك على الشوادر والسيارات المتنقلة الموجودة في الميادين والاماكن الاشد احتياجا اعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هلزايد عن الكشف الطبي وتقديم الاعلاج بالمجان لـ 41,998 مواطنا من خلال 33 قفلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العشرة ايام الاولى من الشهر الحالي واتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياه كريمة وفي اطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وفي سياق متوصل اعلنت وزيرة الصحة والسكان عن اطلاق 39 قافلة طبية مجانية بدءا من اليوم وحتى العشرين من الشهر الجاري بـ 26 محافظة في بيان لها اصدرت الخارجية المصرية بيانا اعلنت فيه ان مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديثة وتؤكد في هذا الاطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وارادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهمة استنادا الى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطنية كما تعرب مصر عن ثقاتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصب اليه من امال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية كما تؤكد مصر عزمها الثابتة على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي ودنيل في ظل وحدة المصار والمصير الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين وتدعو مصر المجتمع الدولي الى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة كما تناشد الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل افضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم وستظل مصر شعبا وحكومة سندا ودعما للاشقاء في السودان وصولا الى تحقيق ما يصب اليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء ختاما كان هذا مجازنا لأهمي وآخر الانباء من تلفزيون النهار شكرا لطيب المتابعة شكرا لطيب المتابعة